السلام ورحمة الله يا شباب اشتركوا بشينا اخباركم طبعا سألني كم واحد تعليقات ايش الاعداداتي اللي تستخدمها بالبوبجستيم فهذا هو فيديو اليوم راح اخليكم تشوفون ايش اعداداتي بالجرافيك بالحساسية بالكيبورد ايش اللي استخدموا وبعض النصائح اللي تفيدك عشان تحسن من اللعبك شوي فاول ايش اه موضوع جدا مهم الدي بي اي حساسية الفارة للاغلبية هذا اهم ايش انا بصراحة بلعب على دي بي اي تمانمية خلينا نفرجيكم انتم هكم شايفين دي باي تمانمية بس في نقطة جدا مهمة اذا بدك تحط من العداد الفارة دي باي على تمانمية انك تروح على اعدادات الكمبيوتر نفسه الاعدادات الكمبيوتر تكتب ماوس اعدادات الفارة انا عندي ايها بالهولندية بس يعني بالانجليزي ولا بالعربي مهم اعدادات الفارة اعدادات اضافية عشان اه وتروح على هذا اه خيار اه مؤشر الفارة وتحطه على الوسط اذا بدك تحط الدي بي اي الفارة على تمانمية تحطه على الوسط يعني تعد الشخطة تحط لهذا الاشارة على الشخطة الساسة بعد ما تخلص تحط له تطبيق اوكي هيك وان انت طبقت اعدادات يعني الفارة حساسية الفارة اذا حطيت انت على تمانمية المهم هاي كان اول نقطة خلنا نروح الساعة لعدادات اللعبة نفسها انا بصراحة ما استخدم لا ماكرو ما بعرفيش انا بس الفارة حاطتها على دي بي اي تمانمية وهذا وكل شي ما استخدم شي تاني روع الاعدادات اه الجرافيك اه انا هاي مع الطلاة الكل يعرف ايش هاي ما رح اشرحها بس انا رح اتطرق للاعدادات المهمة اه دي سبلي مود يعني وضع الشاشة هو ايك اشي اه حاطوا فل سكرين دائما اه اه دغط الشاشة بتاعي اكثر اشي الف وثمانين بل فسعمية وعشرين انا حاطوا باللوبي هاي يعني ما في داعي تحطها اولتمت خليها دايما على ستين اف بي اس لانه انت باللوبي يعني ما اللعب تلعب ولابس ولابس سوي اشي خليها ستين بالجيم اف بي اس ما بعرف والله البعض يقول يعني مخصص والبعض يعني تحطوها بمية وخمسة واربعين فانا حطوته بصراحة اولتمت عشان يعطيك اعلى عدد فريمات اه فتقدر تخلي اه دي سبلي باسد يعني على حسب الفريمات اللي الشاشة تعطيك اياها في عندك الكوستوم انت يعني تقدر تتحكم في الفريمات اللي بدك اياها انا خليت اولتمت كل حال برايتنس اضغط الشاشة هاي حسب زوقك ما راح اتطرق لها نيجي على اهم اي شي انا بخليها مية بالمية يعني هاي على حسب الشاشة اذا عليتها راح يعطيك دقة افضل جودة افضل لكن راح هي خسر كثريمات انا خليها اهمية مثل ما هي افي بي كاميرا اف هي عشان الرؤية بتاع الفي بي مش بالتي بي بي هما ملا ما لاي علاقة بالتي بي طبعا نجح حاليا على الاهم اشي انا حطوا يعني مخصص كسطم اه الشي الوحيد اللي حطوا على الهاي التنعيم حطوا هاي معالجة الظلال تكستر جوت الاسطح حطوا ميديوم افكت فوليج ما بارش شنو اسمها هاي وقت القبل ما تنزل بالطيار عشان تشوف البيوت وقت تنزل بالطيار عشان تشوف ايش في تحتك وين البيوت والشغلات هاي تقدر تحطي لها تحطها وما تأثر يعني اه الشاربن الشحذ انا افعلها لانه عشان اضيق جودة افضل الفيسنج انا افعلها لانه الكرت الشاشة عندي اقوى من شاشتي يعني يعطي فريمات اكثر من شاشتي في سبيب لي شوية مشاكل عشان هي كنا مفاعلة اذا كان كرت الشاشة عندك ضعيف شوي والشاشة عندك شوي يعني فريمات عالي فتقدر اه تعطل الفيسنج اه الموشن بلور هاي دا ما خليها معطلة ما تفيدك ابدا هاي هاي ينساها الصوت اه بصراحة هذا الصوت ما راح اطرق له الكل يارف الصوت ادادات الحساسية اه بما انه احط الدي بي اي عال 800 فلازم يكون عندي الحركة يعني اللف والدوران والشغلات هاي تكون يعني شوي سريعة فانا اخليها عال 55 الفيرتيكل عالativo تي 에 اه لها 1.4 silent etc. او اه اخر كلمتين من تحت يمكن ما تشوفهم لانو الكاميرا عندي شغالة خليني اعطيها. مشي الهاك. شغلة جدا مهمة يا شباب. انا مخليهم اتنين اتم هولد. اتنين اتم. طيب ايش هدا يفيدك? الكبسة اليمين بتاع فتح السكوب الفاراء. بالعادة اهي انت وقت تنزل اللعبة ما تسوي شي بالاعدادات. تضغط مرة واحدة على الكبسة فيفتح لك السكوب. يعني ما في داعي تخلي اصبعك كابيس. خلص شلت اصبعك بضل السكوب فاتح. اما انا مخليها على الهولد اتنيناتهم عشان اضل لازم انا اضل ضغط عشان يضل فاتح السكوب. من الشي الاصبعي عن الكبسة الفاراء يقفل السكوب لحاله يعني تلقائيا. فهالشي يخلي فتح السكوب واغلاقه اسرع. فشي جدا مهم انك تخليهم اتنيناتهم على الهولد. برضو البيك يمين وشمال مخليه على الهولد. لازم اتضل ضغط على كابسة الكيبورد ضل ضغط مستمر عشان يضل يعني يبيك. من شلت اصبعك هو لا هو فورا لحاله تلقيان راح يرجع متبيك. فان هيك مخليهم عندي يا شباب. البقية متل ما كم شايفين مخليهم متل ما هم. مش مغير فيهم شي بس البيك الام والادي اس. ادي اس ايم بيك. على الهولد مخليهم. ماشي. اه بتاع الكيبورد. حيانا ما عندي اه. لا في عندي شوية اختلافات هنا. اه سبرينت. نشوف لحظة. اه. انا بخلي الكراوش يعني اه مش الانبطاح. ايش يسمونه الثاني. انا بخليها عسي. الانبطاح بخليها على كبسة الفارة يلي اه. الخلفية يعني يلي على جنب الكبسين يلي على جنب. ايش في عندي برضو. ما كم شايفين يعني شباب يعني تقدر تسويها متل متل موانم سويها. الام. اه. بالعادة يكون كبسة الفارة موجودة هون شايفين. الكبسة الفارة اليمين عشان الام والادي اس. هذول لازم يعني يتفرقهم عن بعض. خلي الام. الكبسة اللي اللي على جنب الفارة الامامية. وخلي ال اي دي اس كبسة الفارة اليمينية. عشان متل ما قلت لك. تستفاد من ميزة انه وضل ضغط على سكوب من التشيل اذا كفروا ان يسكر السكوب عشان يفتح ويسكر بطريقة اسرع شوية. والباقي يا شباب متل 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 شايفين. نشوف راح امشي عليهم بسرعة. في شغلة برضو جدا مهمة عشان بالسيارة. خلي نشوف وين السيارة. السيارة اللحظة. راح تفيدك جدا اثناء القيادة. مقعد السائق اذا بدك تسوق راح تضغط على الشفت والدابليو. انا حاططها. الشفت والدابليو. اذا بالاول ضغط على الشفت وبعد فورا على الدابليو راح ينقلك لمقعد السائق. اما اذا انا هيك حاطة يا شباب يسهل لك الامور كتير اسعى تقول لي طيب وين راح البيك والهاي. البيك ما ينفعك اسعى بالسيارة. السيارة بيك ما فيها لا يمين ولا شمال. بالسيارة خلاص قعدت يعني صرت تسوق السيارة خلاص انت بالسيارة موجود. ما راح يفيدك البيك لا يمين ولا ولا يسار. سويه متل ما انا مسويها. الانتقال للمقعد الثاني هذا يلي المقعد جنب السائق. انا حاطوا حرف الاي. المقعد الثالث الورا السائق بالضبط حاطوا حرف الكيو بالكيبور. عن جد راح تفيدك كتير بالدرايف باي. ما عارف اذا الاشخاص اللي عندهم خبره شوي بالانجليزي. انا من كم يوم عرفتها انه اسمها درايف باي. كل حال متل ما اخطت لك هدول مهمة. ايش باقي عنا? ما توقع ان اغيرتش بالباقيه يا شباب. الباقيه نفسه انا مخليها متل ما هي. نفسه نفسه. اه نفسه. طيب. الجيم بلاي. اه هم هم. الكولور. بصراح هاي راح تفيدل اشخاص. كتيرين. فروتون بو يا ما ادري ايش اسمها. هاي ايش تسوي هاي الدمج وقت تصيب واحد يطلع لونه مثل البنفسجي او ازرق. عشان تشوفوا انك انت دمجته. ماذا خليت عن نورمال اه فراح يظهر لون الدمج بالاحمر الغامق. فصعب انك تلاحظ انه اتدمج الشخص ولا لا. انا والله كنت العب على الهاي اختيار الثالث. لكن حاليا رجعت على النورمال. هو حسب زوقك. عشان مؤشر الفارع السهم الزايد بالشاشة. انا مخلي كل شي انا مخلي ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسة وخمسين. خليها على الصفر ميتين وخمسة وخمسين. اللون الاخضر يعني ظهر باي مكان. اه سهل انك تلاحظوا. الاحمر مو دائما. الاسود مو دائما. حتى الابيض صعب. فانا مخلي على الاخضر لانه اغلب الاماكن اه واضح اه اشارة الزايد. ام. ما اتوقع اني غيرت هون شي. شوف ايش. اه بتاع الاسلحة. انا احط كل شي في الاوتو في الاوتو في الاوتو. عندك بعض الاختيارات. اه على الرش التلقائي. راش يعني. مش على الفردي. فهاي تفيدك يعني. عشان ما تضيع وقتك والله تشيل السلاح يعني عبل ما تشيل السلاح ويعبل مخزن. وتحولوا على الضرب التلقائي فيكون هداك التاني شيالك وخلص. فسويه مثل انا ما نمسويها خلاص. اول ما تنزل. اول ما تمسك السلاح فورا عن الرش التلقائي. ام. ما عطلها انا. تسبب لك شوي. لا مو دائما مو دائما. لكن هاي اذا انت شخص اه مهتم بالربلاي. بالاعادة تشوف مسلا الجيم كامل. انا ما انا مهتم بهالشي هذا. ما عطلها انا. الديذ كام لقطة الموت شلون المتد مخليها انا الباقي ما عندي شي اكثر من هيك هدول هم معدداتي الشباب بتمنى اذا استفدت تحط لايك شارك الفيديو واشترك بالقناة اذا تحب محتوى البوب جي ستيم خاصة والعاب مثل محاكس هذا ويك اشي هذا كان الفيديو يا شباب السلام عليكم ورحمة الله